لكن أيضاً موازنة الأربع وعشرين أنا أتوقع في سيادة النائبة أنا يوم التفقين بهذا الموضوع حتماً أرقام الأربع وعشرين راح تختلف وبالتالي راح نحتاج أرقام البترول كل شيء وإذا رقم البترول تغير تغيرت الأرقام كلها طبعاً فنحتاج نرجع مرة أخرى للبرلمان وإش وقت راح نرجع للبرلمان لا على فكرة اللي أدري بي أنه الموازنة يعني لابد من العودة لابد من العودة لا لا أقول لك يا لابد من العودة لأنه أرقام راح تتغير فهنا تحتاج إلى وهم أيضاً وضعوا نصب الموازنة أنه لا بد من عرض أرقام العدفقات والإرادات لعام 24 و25 على البرلمان فهذا أيضاً ممكن أن يكون واحد من التحديات لأنه هذا التحدي شو راح يصير أكعدنا انتخابات راح تجري إن شاء الله لمجالس المحافظات أعتقد يوم 18 شهر 12 أي فمعنات أن البرلمان من شهر العاشر ما راح يلتحق وجوز قفلها لأنه راح يشاركون بالحملات الانتخابية وما راح أيضاً يكتمل نصابه جزء الثاني للثالث من العام القادم فأيضاً راح فلذلك نرجع على التحدي مو التحدي الأول على الإيجابية الأولى أنه صوتونا لأكثر من سنة حتى تستمر عملية الصرف طالما أي بس هو راح يرجع لك بثلاث أربع مواد يحتاج لها يوم واحد يتم التصويت تعليم لا لا المواد خلافية بكل أحوال المواد خلافية يعني أيضاً ها ممكن يرجعون إلى الأشياء التي تم يعني تمشيتها باختلاف لأنه هي مرة راح تتغير راح تتغير كثير من التخصصات يعني إذا قلت الإرادات راح الحكومة راح تجعل الأبواب واحدة واحدة طمعاً